السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتوا طيبين ده أول فيديو في شهر رمضان الكريم عاده الله علينا وعليكم جميعا باليمن والبركات وكل سنة وانتوا طيبين مرة ثانية احنا كنا تكلمنا عن الحروف المقطعة وقلنا معنى الحروف المقطعة هي بمعنى كتاب من حروف اللغة العربية وممكن يجي بصيغة تانية من حروف اللغة العربية كتاب والفرق بين الصيغة دي والصيغة دي لما تيجي الحروف المقطعة منفصلة زي ألف لام ميم لأن ألف لام ميم مكررة في ست صور فقولنا في صورة البقرة وصورة العمران وصورة السجدة وصورة السجدة وصورة لقمان وصورة العنكبوت وصورة الروم فيها ألف لام ميم وألف لام ميم بتكون آية الوحديها مكتوبة بعدها واحد والآية البعديها بتبقى رقم اثنين ففي البقرة ألف لام ميم دي الآية واحد الآية اثنين ذلك الكتاب لا ريب فيه وضع للمتقين دي الآية اثنين فده التعريف بتعالف لام ميم هو كتاب من حروف اللغة العربية أما إم تكون من حروف اللغة العربية كتاب أن زي في صورة إبراهيم بتبقى الحروف متصلة بالآية ففي صورة إبراهيم الآية الأولى الوحديها بتقول إيه قال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فحتلقى ألف لام راء متصل بكتاب فهنا المعنى بتاع ألف لام راء من حروف اللغة العربية كتاب يعني أصبح فيه جامعة تقديم وتأخير فهي كلمة كتاب تكبع الحرف الحروف المقطعة وبعدين شرحنا صدر الصور اللي بدأت بحروف مقطعة واخدنا كمثال حرف الحروف ألف لام ميم تكلمنا عن صورة البقرة وبعدين تكلمنا عن صورة أهل عمران وبعدين تكلمنا على صورة الساجدة تضل علينا صورة العنكبوت وصورة الروم وصورة لقمان الست صور دول فيه ثلاثة منهم بعد الحروف المقطعة بتكلموا عن الكتاب تكلموا عن مين؟ عن الكتاب اللي هي صورة البقرة بتتكلم عن الكتاب صورة الساجدة بتتكلم عن الكتاب وصورة اللقمان بتتكلم عن الكتاب وفيه صورتين بتكلموا بعد الحروف المقطعة على الناس أو عن الناس اللي هو في الروم وفي العنكبوت وفيه صورة واحدة بتتكلم على المرسل أو اللي أرسل الكتاب سبحانه وتعالى اللي هي صورة صورة أهل عمران وطبعا المقدمة أو صدور الصور اللي فيه حروف مقطعة لازم تحتوي الأربع خمسيات الأولى تحتوي على المرسل المرسل والمرسل إليه ولو إن المرسل إليه بيبقى باسم إيه؟ بالمخاطب بالكاف بتاعت المخاطب إليه كمسلاً زي كده يعني وبتحتوي على الناس ونوعية الناس إسكنوا مؤمنين أو حيأمنوا أو كفار مش حيأمنوا وبتكلم عن الكتاب وبتكلم عن رب العالمين اللي هو المرسل فبيكون محور العيات الأولى في الصورة بهذه أو بهذه النقاط إحنا عنه نتكلم النهاردة على رابع صورة اللي هي قلنا عليها صورة لقمان قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين يبقى هنا بتكلم عن الكتاب بعد العروف المخطعة زي صورة البقرة وزي صورة السجدة في صورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريبة فيه هدى للمتقين طيب في صورة السجدة قلنا إن هي بتبدأ بصورة السجدة بتبدأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريبة فيه من رب العالمين وبعد كده هنا في صورة الروم اللقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين إلى هنا واكتفي بهذا القدر وحنكمل حديثنا في الشريط القادم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام اشتركوا في القناة